مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم وصفتنا سهلة وسريعة رح نعمل اليوم براونيز بالمايكرو ويف بدقيقة وحدة بس رح تكون عنا جاهزة وبطعم غير شكل تعووا نشوف سوا كيف عملناها بطريقة ولا اسهل والطعم خرافة واهم شي انه بدون ويد تعووا نشوف اول خطوة اخدت الفنجان يلي رح نعمل فيه لبراونيز الي حنفوته على المايكرو ويف وحطيت فيه 3 ملاعي كبيرة من لطحين رجعت ضفت فوقه معلقتان كبار من الكاكاو الخالي من السكر يلي بنستعمله للكيك وكمان ضفت فوقه معلقتان كبار من السكر البنة ورشة ملح بسيطة هلأ المكونات الجافة صارت عندي جاهزة رح قلبهم مع بعض منيح هلأ رح اضيف عليهم 3 ملاعي كبيرة من الحليب السائل ومعلقت زات كبيرة زات نباتة اكيد هلأ رح حرك كل هالمكونات مع بعضهم لحتى نحصل على خليط مثل خليط البراونيز يلي متعودين عليه هنحرك من تحت لفوق لأن كمان تحت ببدون وقت لحتى ينخلطوا هلأ من بعد ما حركتون كتير منيح عندي هون حوالي المعلقة الكبيرة من التشوكليت شيبس طبعا التشوكليت شيبس اختيارة فيكن تتخلوا عنه ما في مشكلة وازا عندكن بار شوكولات فيكن كمان تقطعوا منه وتحطوا بقلب خليط البراونيز هلأ صارت البراونيز عندي جاهزة رح تتفوت على مايكروويف رح نحطها لمدة دقيقة وحدة بس ومن بعدها منشوف كيف رح نقدمها سوا ومن بعد دقيقة وحدة بس بالمايكروويف صارت عنا البراونيز جاهزة انها تتقدم فيكن طبعا تقدموا معها بول من الايس كريم او حتى اي نوع مكسرات او اي نوع شوكليت انتو بتحبو هيك بتكون خلصة وصفتنا لليوم بتمنى تكونوا حبيتوها وبتمنى تكتبولي رأيكم فيها بكمنت وانا بشوفكن بوصفة بعد اطياب واطياب اشتركوا في القناة